استمعت فتشاورت ثم قررت ختام المرافعة المحكمة الاتحادية العليا تقرر تحديد اليوم السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لإصدار القرار في الدعوة المقدمة من زعيم تحالف الفتح بعد الاستماع إلى آخر دفوعات الطرفين المتداعيين وما قدمه طرف المدعي من طلبات جديدة طلبنا إدخال مجلس النواب كشخ الثالث طلبنا أيضا خبراء حلو المحل وطلب هو إعادة فرز وعد عشوائي لأربع دوائر أضافة إلى مطلبه الرابع اللي يختص بتشكيل هيئة قضائية لغرض للطلاع على موضوع السي ألف وكلاء المدع عليه يؤكدون أن الإجراءات الفنية للعملية الانتخابية كانت سلسة ولم تشبها مشاكل ومع ذلك يصر المدعي على مطالب عدة مطالب من بينها الذهاب نحو العد والفرز اليدوي الشامل والحكم بعدم دستورية القانون الانتخابي الحالي واحتساب الأصوات وفق آلية مغيرة نأمل من المحكم الاتحادية أن تنصف المحترضين وتحمي النظام الدستوري والنظام الانتخابي في الدولة العراقية وتذهب باتجاه قضيتين أساسيتين قضية الولد الذهاب بالعد والفرز اليدوي الشامل لأن مشكاليات جوهرية على إجراءات مفوضية وإبطال أو الحكم بعدم دستورية القانون الانتخابي والذهاب باتجاه إيجاد آلية جديدة لإحتساب الأصوات واتت هذه الجلسة بعد تجيل موعد البت بالدعوة لمرتين ليكون يوم الأحد المقبل موعدا لإصدار القرار في الدعوة أربعة أيام على موعد إصدار القرار من المحكمة الاتحادية العليا جلسة نهائية ستحسم الجدل المثار بعد الاستماع إلى كامل الدفوعة من الطرفين المتداعيين ليكون القرار أما برد الدعوة أو قبول الطعن من أمام مجلس القضاء الأعلى بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر